قال مساعد وزير الصحة في وزارة الصحة والخدمات الانسانية الامريكية الادميرال بريت جيروير خلال مقابلة مع وسائل الاعلام الامريكية امس ثلاثاء ان الارتفاع السريع في حالة الاصابة بالفيروس في الولايات المتحدة لا يرجع الى الارتفاع من اختبارات الحمض النووي لفيروس كورونا الجديد بل انه يزداد في الواقع كما ذكر المدير السابق لهيئة الغذاء والدواء الامريكية سكوت جوتليب ان وضع الوباء الحالي في الولايات المتحدة خطير للغاية ولكن اسوأ الاوضاع لم تصل بعد في بعض المناطق بالولايات المتحدة يستمر عدد الحالات المؤكدة بالفيروس في الارتفاع السريع كما قال جوتليب انه اذا تمكنت الولايات المتحدة على الفور من اتخاذ اجراءات صارمة للوقاية من الوباء ومكافحته على المستوى الوطني فقد تسيطر على الوباء ولكن يبدو الان ان حكومة الولايات المتحدة لا تستطيع القيام بذلك بتاتا بالاضافة الى ذلك اشار مدير المعهد الوطني للحساسية والامراض المعدية انتوني فوسي الى ان الارتفاع السريع في الحالات المؤكدة لا يعني قدوم موجة ثانية من الوباء وقد تمكنت العديد من دول العالم من التضامن والتنسيق خلال عمليات مكافحة الوباء اما في الولايات المتحدة فقد اتخذت خمسون ولاية فيها اجراءات مختلفة في مكافحة الوباء بسبب تقاعس الحكومة الفيدرالية ونتيجة لذلك لم تتمكن الولايات المتحدة من السيطرة على الوباء